موسيقى مرحبا عنوين كتير تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بالكتير من البلدان بساعة القليلة الماضية ورح نتعرف على أبرزة بجولة اليوم من لوجين الانطلاقة بعنوين سريعة مثل العادة البداية من التضامن المؤثر من جماهير سوسيداد الإسباني مع غزة وجمهور تايلور سويفت عم يتصدر لتريند بحملة لدعم فلسطين وبروح فلسطينية عرض أزياء مغربي كمان لدعم أهلنا بقطاع غزة هي كانت العنوين تفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على فيسبوك مع الرفض للدعوات الدولية المتلاحقة بضرورة توقف إطلاق النار بفلسطين وبالتحديد بقطاع غزة الشعوب العربية والغربية بلاشت تتعبر عن رأيه وأيضا عن تضامنه مع الفلسطينيين كل حدا على طريقته وكل حدا حسب موقعه بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة اتضامنت جماهير سوسيداد مع غزة وأدانة المجازرية اللي عم يرتكبها الاحتلال هذا الشي صار بالمبارات الأخيرة بدوري أبطال أوروبا وقبل انطلاقة المبارات ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء وأيضا أقنع بيضاء وللتخوة باللون الأحمر بإشارة للشهداء يلي عم يسقطوا بغزة ومثل ما بنشوف بمقطع الفيديو يلي عم يمرق حاليا أعداد كبيرة من الجماهير يلي حملوا أعلام فلسطين ودخلوا لمدرجات الملعب رافعين الأعلام الفلسطينية خلال العمليات الإحمائية لللاعبين بهاي الطريقة عبروا عن تنديدهم واحتجاجهم على استهداف المدنيين بقطاع غزة على أياد قوات الاحتلال الإسرائيلي هالمقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير وواسع ودى ولوه رواد السوشال ميديا وعبروا عن فرحتهم بأنه اليوم الصورة الحقيقية صارت واضحة لكل الشعوب بغض النظر عن رأي حكوماتهم طبعا انتهى مقطع الفيديو بجملة الصمت يلي بتعني الصمت الدولي على المجازر يلي عم بتصير أو حتى التواطئ خلونا نشوف سوا ونرجع يعني بنهاية الحقيقة الحمد لله عم تنكشف شوي شوي للجميع وما عاد حدا عم بيصدق أكاذبهم حتى شعوبهم تاني أخبار جولتنا لليوم وتاني لوغين على إكس ورح نبقى بتاني أخبار جولة اليوم بالحديث عن فلسطين ومطالبات الشعوب بوقف إطلاق النار على أهالي قطاع غزة سواء عن طريق الاحتجاجات أو حتى التعبير عن رأي عن طريق السوشال ميديا ومنصاتها أو كمان مطالبة السيليبريتيز أنه يوصلوا الصوت من خلال جمعي حملة جديدة تصدرت تطبيق إكس لدعم الشعب الفلسطيني أطلق جمهور تايلور سويفت عبر هاشتاك السويفتيون لفلسطين للمنادات بوقف إطلاق النار بغزة وأيضا إنهاء الحصار على القطاع مو بس هيك الهاشتاك كان دعوة للمغنية للمنادات بوقف إطلاق النار وأيضا حقق انتشار واسع على السوشال ميديا تخطط 23 ألف تغريدة عبر منصة إكس وبالمنشور الأصلي كتب الإعلان عن الحملة نحن بمجتمع تايلور سويفت من طالب المغنية وفريق إدارة أعماله بنشر بيان لدعم شعب فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار ويمكن عدم إطلاق أيضا في الماء الأخير على أي منصة بتدعم الاحتلال الإسترائيلي ولكن كان من ضمن أسباب انتشار هي الحملة ملاحظة الجمهور أن الحساب الرسمي لإسرائيل استغل المغنية للترويج للاحتلال وأيضا استغاثوا فيها مؤخرا وطالبوها بالمنادات لتحرير أسيرة إسرائيلية كانت من أشد المعجبين بيئة المغنية وعلى الرغم من كل اللي صار من بعد هذا الهاشتاغ إلا أنه فوجأ الجمهور أنه تايلور سويفت ما علقت على الإبادة الجماعية بغزة لحد هذا الوقت وعم ينتظر حاليا الجمهور تحديد تايلور موقفة من القضية الفلسطينية أو على الأقل المطالبة بوقف إطلاق النار مثل ما عمل عدد من أصدقاء الفنانين مثل سيلينة جوميز والججي حديد بتوقيعون على خطاب فنانين مع وقف إطلاق النار والموجه لتجو بايتن وعم بنشوف حاليا شعوب العالم كلهم عم يدعموا القضية الفلسطينية وعم بيطالبوا بوقف إطلاق النار وصاروا وعيين جدا أنه إسرائيل هي المحتل الغاصب على عكس الصورة يلي عم بتم تصديرها عنا آخر أخبار جوتي لليوم وآخر لوجين على أناستجرام وبقيانين بالقصص يلي عم تنتشر على السوشيال ميديا مؤخرا وبتخص دعم القضية الفلسطينية وأهلين أيضا بقطاع غزة ومثل ما خبرتكم صراحة كل حدا عم يجرب أنه يوصل صوته بطريقته الخاصة وحسب الموقع يلي هو فيه فانتشر بالساعات الأليلة الماضية مقطع فيديولا عرض أزياء تم تداوله كطريقة لدعم أهلنا بفلسطين أما بالتفاصيل فالمصمم المغربي يلي قيل عنه أنه مغربي عزيز بقاوي دمج التراث الفلسطيني بتصميماته مثل ما عم بنشوف وصمم أشكال كتيرة ومختلفة ومتنوعة ما بين الشال الفلسطيني والحقيبة وغيرها من التصميمات يلي أبرز فيها التراث الفلسطيني هذا الشي كلا يعته كدعم منه للقضية الفلسطينية طبعا هذا الفيديو بالتحديد مو بس كان متداول بين رواد السوشال ميديا على نطاق واسع ولكن أيضا كثرة عليه الجدل البعض قال أنه فلسطين ما لاب حاجة لهيك عروض هي بحاجة لا عن جد ناس تساندة على أرض الواقع هذا رأيي ولكن آخرين دافعوا وقالوا أنه يمكن هذا المصمم من مكانه عمل شيء لحتى يذكر فيه أنه اليوم القضية الفلسطينية بحاجة لدعم كبير أما بالطرف الأخير فناس بحبشت بتفاصيل الفيديو وقالت أنه الفيديو قديم وأيضا هذا العرض ما له جديد ورجع وصار تريند عن جديد من بعد المجازر يلي عم بعيشوه الفلسطينيين مؤخرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقالوا أيضا أنه المصمم ما له مغربي هو فلسطيني والعرض قديم حتى قبل الحرب يعني مع هالخبر أنا بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوقين أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص لتريندس يلي عم بيشوفوه على السوشال ميديا ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والقصص والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعننا أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا كل أخباري معادي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية ومن هلأ لواتا ضلكم بألف خير بأي بأي